تستعد الجزائر لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا للعبين المحليين وستقام بين الثالث عشر من يناير والرابع من فبراير نشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم الإعلان الترويجي لهذه البطولة والمعروف اختصارا باسمه شان عدد المنتخبات المشاركة في هذه البطولة ثمانية عشر منتخبا من القارات الأفريقية من بينها المنتخب المغربي ما ترونه الآن هو الدعاية والترويج لهذه البطولة وتقول مرحبا لكن الجزائر أغلقت العام الماضي مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية المغربية حتى التي تحمل رقم تسجيل مغربي لذا عندها اضطر الوفد المغربي للطيران من المغرب إلى تونس على الطائرة المغربية نزل بتونس خلال هذا كان خلال دورة البحر المتوسط في الجزائر التي الدورة التي مضت المهم سافر على متن الطائرة الملكية وحط في تونس ثم استقل طائرة تونسية من تونس إلى الجزائر للمشاركة في البطولة لذا رسلت الجمعية المغربية هذه المرة الاتحاد الأفريقي بكرة القدم الكاف وتقول نطلب سفر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة التي ستستضيف مباراية النقبة المغربية عبر رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية النقل الرسمي للمنتخبات الوطنية في حال رفض ذلك لن نشارك في البطولة ردود الأفعال على البطولة بشكل عام وعلى طلب المغرب بشكل خاص لقى كثيرا من التفاعلات أبدأ من تغريدة زينب تقول لكم أحرى المشاركة أو لا إذا شاركوا أهلا وسهلا وإذا امتنعوا أهلا وسهلا أيضا البلبل من يسمي نفسه بلبلا يقول من المغامرة إعطاء دول لها مشاكل مع بلدان أخرى شرف استضافة بطولات من حق أي منتخب مشارك السفر للبلد المستضيف بحرية بغض النظر عن المشاكل السياسية عندك مشاكل ما تطلبش تنظيم البطولة مكالو ساكو يقول منتخب الكاميرون ومنتخب المغرب في خطر على أرض الجزائر يجب أن تكون ضمانات من الفيفا والكاف وصلت إلى خالد أخويري يقول نمشي للشان بالشان ولا بلاش يقصد أنه إذا أردنا أن نذهب لبطولة الشان وهي البطولة اختصارها شان فنذهب بالشان بكرامة وإلا فلا وصلت إلى أحمد المنصوري يقول أحمد قرار لعلق المجال الجوي فوق الأراضي الجزائرية قرار سيادي ولن تكون البطولة ذريع لفتح المجال أمامهم وعليه تونس أقرب الجزائر حتى الآن لم ترد على الطلب الذي تقدمت به المغرب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعلمون أن الخلافات السياسية بين البلدين ما زالت قائمة ولم تنجح عدة وصاطات بتقريب وجهات النظر بينهما أنتم ما رأيكم اكتبوا أراءكم هنا هل ترون أن الجزائر ستوافق أم لا أدلوا بأراءكم قولوا شيئا